فرصة أسألك من سبيلة دي يا أستاذ عسان؟ يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي فطلت معي لغاية النهار دا إن أنا كل ما أكتب قصة عن القرية أسمي بطلة من بطلتها سبيلة إيش معنى اسم سبيلة؟ قد ما ده أنا عايز أعرف لأن سبيلة وأنا صغير صغير قوي يعني كانت هي بلدنا كاف ميمونة اللي تقعد معايا طول النهار تلعب معاك يعني؟ تلعب معايا ونوكب الحمر سوا ونجبي سوا ونأكل سوا ونعمل سوا وبتاع ففضل اسم سبيلة محتفظ أنا باسم سبيلة لغاية النهار يعني إذا كتبت قصة أو موضوع عن القرية واحتاجت الاسم واحدة على طول يخطب على بالي اسم سبيلة ولو إني أحيانا أتعمد أغيره لأني كرفت كثير في قصة سبيلة إنما بعد جدي ما مات الحقيقة بعد ما توفى امتنعنا عن الذهاب إلى القرية يعني ولغاية دلوقتي يعني من سن عشر سنين مش فتهاش وإن كانت الخطابات متبادلة بيني وبين بعض عائلة أفراد أنا ليس قلت حضرتك عن الشيخ أحمد لأنه قرفت أنه كان بيغزي إحساسه الموسيقي لصدقته لمحمد عثمان هو كان ولو إنه متفضغ للقضاء الشرعي ومتدين وهو نفسه مش منتج فني إنما كان غاوي فني إلى حد كبير فكان دايما في البيت بتاعه كان كل أسبوع لازم فيه زي ما تقول أعد رجالي أو صهر رجالي يعزم أصحابه بتاعه وفيها دايما واحد فنان ويقدم النعناع وقالوله بعد كده يبتاع النعناع يمنعنع يبتاع النعناع يا شيخ أحمد ده صحي دلت فاكرة تطميني يعني دلت فاكرة ترجمة نانسي قنقر